حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال سمعت عبدالله بن عامر الألهاني قال دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فرأ الناس يصلون في مقدم المسجد فقال مرؤون ورب الكعبة أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع لها ورسوله قال فأتاهم الناس فأخرجوهم قال فقالا إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد